يشير مصطلح الفريسة إلى حيوان يبحث عنه حيوان مفترس آخر فيأسره ويصطاده ويتغذى عليه أما الحيوان المفترس فهو حيوان يصطاد ويقتل الحيوانات الأخرى للحصول على الطعام في فعل يسمى الافتراص يمكن للحيوانات المفترسة الصغيرة مثل الفئران والسحالي أن تكون وقالبا ما تكون فريسة للحيوانات المفترسة الأكبر حجما ولكن هل ينطبق هذا الأمر للحيوانات الكبيرة الحجم؟ لا أظن هذا فهناك حيوانات مفترسة ستتفاجأ عندما تشاهدها وهي تدافع عن نفسها من الحيوانات المفترسة في هذا الفيديو سوف نقدم لك أفضل عشر فرائس يمكنهم الدفاع عن أنفسهم من الحيوانات المفترسة لكن قبل أن نبدأ في هذا المقطع لا تنسوا دوما وضع إجابكم به كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منها كل جديد من المعروف أن الأسود تستعد وتقتل الجاموس الإفريقي لكن أن يكون أسد واحد يقتل جاموسا واحدا بالغا له واحدة نادر الحدوث فقط لإعطائك فكرة عن قدرة الجاموس الإفريقي فهو يعتبر في الواقع أكثر خطورة من الأسود ويعود ذلك بسبب أن الجاموس تكون عدوانية للغاية عند استفزازها لقد قام ذلك الجاموس حقا برمي هذا الأسد فوق كتفيها وهذا عمر سهل للغاية بالنسبة ذهب فهو يزن أكثر من نصف طن وهو قوي بما يكفي لتفتيت عظام الأسود وإلقائها في الهواء تاسعا الحمار الوحشي جميعنا يعرف أن الحمار الوحشي هو من أكثر الحيوانات الأليفة والمسالمة في عالم الغاب لكن لا يعني هذا إطلاقا أنه لا يقدر عن الدفاع عن نفسه من هجمات الحيوانات المفترسة خاصة منها الأسود والتماسيح يملك الحمار الوحشي حاسة سمع وبصر قوية جدا تمكنه من استشعار قرب الخطر منه بكل سهولة وإذا ما قام أي حيوان مفترس بالتعرض له أو لصغيره فإنه يبدأ مباشرة بالهجوم عليه عن طريق الركل بأطلافه الخلفية والتي تعتبر من أقوى الركلات العنيفة والمميتة عند الحيوان على مر العصور اعتبر هذا الحيوان من أفضل الحيوانات للصيد سواء عند الإنسان أو حتى بالنسبة للحيوانات المفترسة في الغاب إلا أننا لا نعرف أن هذا الحيوان من أكثر الحيوانات عدوانية إذا تعلق الأمر بإنقاذ حياته من الخطر نعم فالخنزير البري من الحيوانات العدوانية جدا والتي لا يمكن التنبؤ بها أو بمدى خطورتها ما يميز هذه الخنازيل البرية هو نيابها المنحنية الطويلة والتي تعتبر أهم سلاعه لدى الخنازيل البرية لذلك عندما تهاجم تؤدي إلى إصابات خطيرة وهذا ما جعلها تتصدر المراتب الأولى في قائمة أخطر الحيوانات في العالم هجمات الأسود على الزرافات ليست دائما ناجحة وبالإضافة إلى الأسود فإن أعداء الزرافة هم التماسيح والنمور والذباء والبشر بالطبع عندما يقومون باستيابها يمكن للزرافات البالقة أن تزين ما يصل إلى 1200 كيلوغرام أي أكبر بست مرات أكثر من كتلة الأسد إن ملأة مثل هذا الوزن التقيل العملاق ليس بهذه السهولة ولديها أيضا حوافر كبيرة يبلغ قطوها 30 سنتيمتر وبالمقارنة مع كتلة أجسامهم الكبيرة فهذا سلاح هائل للغاية فالزرافات قادرة على ركل المهاجمين بقوة بأطرافهم الخلفية ضربة واحدة تكفي لتحطيم جنجمة أسد بالغ أو كسر أضلاعه سادسا فرس النهر فرس النهر هو الحيوان الأكثر خطورة في إفريقيا فهو حيوان عدواني للغاية وكان يهاجم القوالب في النهر إذا شعر بالتهديد فإنه يهاجم حتى الأسود والتماسيح لذلك يعتبر من أخطر الحيوانات في عالم الحيوان فحجمه الكبير وأسنانه الكبيرة تجعله من أخطر الحيوانات عندما يكون عدواني فرس النهر قد يهاجم البشر أيضا وعلى الرغم من وزنه الكبير إلا أن أفراس النهر سرعتها قليلة جدا حيث لا تتعدى العشرين ميلا في الساعة لذلك فكر كثيرا قبل أن تقترب من هذه الحيوانات تعتمد السلوكيات الدفاعية عند حيواني النيس على الأشواك والرائحة والصوت وفي كثير من الأحيان تظهر هذه السلوكيات الدفاعية عندما يكون النيس هائجا أو منزعجا حيث أن هناك أربع سلوكيات دفاعية تظهر عند حيواني النيس وينتصاب الأشواك وتناثر الأسنان وإطلاق الرائحة والهجوم ويتم ترتيب هذه السلوكيات من الأقل إلى الأكثر عدوانية على التوالي وإذا فشلت هذه العمليات على رد العدو عنه فسوف يهاجم النيس الأعداء عن طريق أشواكه الحادة التي قد تسبب الإصابة البالغة أو الوفاة في حال اخترقت أجزام الحيوانات المفترسة يساعد الحجم الضخم للفيلة إضافة إلى سمك جلدها على حمايتها من معظم الحيوانات وتعتبر الأسود والتماسيح والثعابين والإنسان من أهم أعداء الفيلة ونادرا ما تتعرض الفيلة المكتملة النمو للأعداء ولكن صغارها أكثر عرضة لذلك وتقوم النمو للأقطاء والببرات أحيانا بقتل الصغار وعندما يواجه قطيع الفيلة خطرا ما تقوم الفيلة المكتملة النمو منها بتكوين حلقة دائرية حول صغارها وتقوم الفيلة أيضا بإرهاب أعدائها عن طريق نصب آذانها وشد جسمها كأنها ترتعش وإذا ما حاول حيوان المهاجمة فيه فإنه يقوم بالدفاع عن نفسه بنجاح حيث يبرك عليها ويهرسه حتى الموت وقد تستخدم الفيلة أنيابها في حالة الهجوم على أعدائها ثالثا الغزال يعتبر الغزال من أكثر الحيوانات جمالا ولشهقة في مملكة الحيوانات إضافة إلى هذا فهو حيوان مسالم وأليف للغاية ويتمتع بسرعة جري كبيرة جدا فكل هذه الأسباب جعلت منه أكثر الحيوانات عرضة للافتراس من قبل الحيوانات المفتدسة واللشيقة وأهمها النمور والفهود والأسود إلا أن هذا الحيوان يعتمد في دفاعه على استراتيجية الهرب من المفتدس في قالب الأحيان إلا أنه يستخدم كذلك ميزة أخرى لا يعرفها القليل وهي الهجوم بقرونه الطويلة والحادة والتي يمكن أن تكون ضربة واحدة منها كفيلة بإسقاط أقوى أعدائه ثانيا وحيد القرن قد يبدو لك للولهة الأولى أن حيوان وحيد القرن رطيف للغاية ولكنه يعتبر أيضا من بين أكثر الحيوانات لأن ردود أفعاله لا يمكن التنبؤ بها فجسمه الضخم وقرونه الكبيرة وبالطبع شرعته المثيرة للدهشة التي تصل إلى 35 ميلا في الساعة جعلته أحد أخطر الحيوانات في العالم السبب الرئيسي وراء عدوانية حيوان وحيد القرن هو ضحف بصره لذلك فإنه يصبح عدواني بسهولة ويهاجم أي شيء يشعر أنه يهدده أولا حيوان النو الأزرق النو الأزرق أو النو المتوحش حيوان ننتجده إلا في القارة الإفريقية يعيش بشكل قطعان كبيرة جدا قد يسر عددها إلى الآلاف في القطيع الواحد وهو أضخم أنواع الضبا وأقلها سرعة ولهذا فهو عرضة بشكل كبير للإفتراس من قبل ملوك الغابة وهم الأسود لهذا فإن الحيوان يملك طرقا مختلفة للدفاع عن نفسه وأهمها هو تجمعه في قطعانه الكبيرة لكي لا تتمكن الحيوانات المفترسة من الاختراب منها كذلك يستطيع الحيوان الرقض بطريقة مميزة تجعل من الملاحق يتعب بسرعة ويفشل في اللحاق به دون أن ننسى القفز العالي الذي يتمتع به هذا الحيوان والذي يحول دون الإيقاء به بسهولة